السياحة في موسكو العاصمة الروسية وأكبر مدنها واحدة من أكثر الوجهات السياحية جاذبية تعتبر مركزا هاما للثقافة والتاريخ والفن والمعمار الروسي وتضم العديد من المواقع السياحية الشهيرة والرائعة أبرز المعالم السياحية في موسكو هو الكراملين والساحة الحمراء وهما يقعان في قلب المدينة موسكو معروفة أيضا بمطبقها الروسي التقليدي وفرص التسوق حيث يمكن للزوار تذوق الأطباق الروسية الشهيرة مثل بيفستروجانوف والكافيار الفاخر والتسوق في الأسواق المحلية والمتاجر الفاخرة في هذا الفيديو سنتعرف على أولا أجمل خمسة وجهات سياحية تستحق الزيارة ثانيا أهم معلومات مهمة لتخطط لرحلتك مثل الفنادق المطاعم التقس وغيرها ثالثا نصائح الذهبية لسياحة في روسيا لرحلة سعيدة أولا أجمل الوجهات خمسة قلعة الكراملين الكراملين هو موقع تاريخي مهم في موسكو يقدم نظرة فريدة على تاريخ وثقافة البلاد تمتد هذه القلعة المحصنة على شكل مثلث على مساحة تقدر ب 27 هكتار وتضم داخل جدرانها مجموعة من القصور والأبراج التي تعكس الفن والعمارة الروسية عبر القرون تقدم هذه القلعة الفرصة للزائرين لاستكشاف تاريخ روسيا العريق والغوص في ثقافتها الرائعة أربعة الساحة الحمراء واحدة من أشهر المعالم في موسكو تقع في قلب العاصمة الروسية وتعتبر مركزا تاريخيا وثقافيا للمدينة يوجد في الساحة الحمراء المتجر الكبير جوم وهو مركز تجاري فاخر يعود تاريخه إلى أواخر القرن التاسع عشر يضم المتجر العديد من المتاجر الفاخرة والمطاعم الراقية وهو مكان رائع للتسوق والاسترخاء بعد يوم حافل بالجولة السياحية أحد أبرز المعالم في الساحة الحمراء هو الكراملين القصر الرئاسي ومقر الحكومة الروسية مع تاريخه العريق والذي يعود لعدة قرون يعتبر الكراملين رمزا للتاريخ والسياسة الروسية لا يمكن نسيان أيضا الجدار الغربي للكراملين الذي يطل على الساحة الحمراء حيث يوجد مقبرة الكراملين التي تحتوي على رفات العديد من الشخصيات التاريخية الروسية عبر قناتنا فيديوهات عن السياحة في روسيا وكذلك السياحة في سانت بوتروسبورغ والروابط في المرفقات ثلاثة حديقة غاركي حديقة غاركي هي واحدة من أكبر وأشهر الحدائق في موسكو تقع هذه الحديقة الجميلة على ضفاف نهر موسكو وتبلغ مساحتها حوالي ثلاثمائة هكتار تعد حديقة غاركي مكانا رائعا للتمتع بالطبيعة والاسترخاء بعيدا عن سخب المدينة تحتوي الحديقة على مناطق خضراء واسعة ومسارة للماشي وركوب الدراجات وأماكن للنزهات واللعب كما تضم أيضا الحديقة عدة ملعب رياضية وملعب تنس ومضمار للتزالج في الشتاء تضم الحديقة كذلك متحفا للفن الحديث تحت الهواء الطلق يضم أعمالا للفنانين الروس والدوليين ادعمنا بلايك إذا وجدت في الفيديو ما يفيدك 2- قصر كوسكوفو بموسكو قصر كوسكوفو والمعروف أيضا باسم قصر الأميرة كاترينا هو واحد من أبرز المعالم السياحية في موسكو يقع هذا القصر الرائع في منطقة كوسكوفو وهي منطقة سكنية تاريخية تقع في جنوب موسكو تم بناء قصر كوسكوفو في القرن الثامن عشر وهو تحفة معمارية تشتهر بتصميمها الباروكي الجميل والدكورات الداخلية الرائعة يتميز القصر بواجهته البيضاء الأنيقة والتي تزين بالعديد من النوافذ والنحت الحجري القصر محاط بحديقة كبيرة وجميلة تحتوي على العديد من المناظر الطبيعية الخلابة بما في ذلك بحيرة صغيرة ونفورة مائية وعدد من التماثيل والنصب التذكارية تعتبر الحديقة مكانا مثاليا للتنزه والاسترخاء والاستمتاع بالطبيعة داخل القصر يمكن للزوار التجول في الغرف الفسيحة والأنيقة والتي تزخر بالأثاث الفخم والفنون الجميلة 1- متحف داروين متحف داروين في موسكو هو أحد أكبر وأقدم المتاحف الطبيعية في العالم تأسس المتحف في عام 1907 بواسطة أليكساندر كاتس وهو معلم مدرسة روسي معروف بحبه للطبيعة واحترامه للحياة البرية يحتوي متحف داروين على مجموعة هائلة من المعروضات بما في ذلك الحيوانات والطيور والحشرات والأحافير يوجد في المتحف العديد من المعارض المثيرة للاهتمام والتفاعلية التي تساعد الزوار على فهم تطور الحياة على الأرض بعض المعروضات تتضمن نماذج حيوانات حقيقية محنطة والتي تظهر التغيرات الجسادية التي تمر بها الأنواع عبر الأجيال وبالإضافة إلى المعروضات يقدم متحف داروين أيضاً العديد من البرامج التعليمية وورش العمل التي تهدف إلى تعليم الزوار حول أهمية الحفاظ على التنوع البيولوجي والحياة البرية شارك الفيديو مع من ستسافر إلى موسكو معه ثانياً أهم المعلومات عن موسكو واحد ما هو متوسط أسعار مطاعم موسكو المطاعم المحلية 10 إلى 20 دولار المطاعم السريعة 5 إلى 10 دولارات المطاعم الفاخرة 50 دولار فأكثر اثنان ما هو التقس موسكو متوسط درجة الحرارة في الصيف 20 درجة مئوية ومتوسط درجة الحرارة في الشتاء سالب 10 مئوية ثلاثة ما هو أفضل وقت للسفر إلى موسكو من مايو إلى سبتمبر تقس دافئ وشمسي أربع ما هو متوسط أسعار الفنادق في موسكو نجمة واحدة 20 إلى 30 دولار للليلة الواحدة نجمتان 30 إلى 50 دولار ثلاث نجوم 50 إلى 70 دولار خمس نجوم 70 دولار خمسة كم يوماً كافياً لسياحة في موسكو خمسة أيام كافية لزيارة المعالم السياحية الرئيسية ستة هل السياحة في موسكو غالية؟ لا تعتبر السياحة في موسكو غالية مقارنة بمدن أوروبية أخرى ويبلغ متوسط المصاريف اليومية من 50 إلى 100 دولار ثالثاً نصائح للسفر إلى موسكو احجز رحلاتك وفندقك مسبقاً خاصةً إذا كنت تسافر خلال موسم الظروة تعلم بعض العبارات الأساسية باللغة الروسية وخاصةً أن الإنجليزية ليست منتشرة إلا في الأماكن السياحية استفد من وسائل النقل العام فهي مريحة وأسعارها مناسبة التقص في روسيا متقلب وحتى في الصيف ستجد بعض البرودة ليلاً وكذلك فإن مساحة روسيا شاسعة وتختلف درجات الحرارة بشكل كبير بين مدنها لذا فعليك أن تتأكد من درجات الحرارة في المنطقة التي ستزورها قبل السفر وتأخذ معك الملابس المناسبة لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد